خلينا نروح للنادي الاهلي وتحديدا مرعب اختار التتش عشان نطمن على تمرينة النهاردة اللي يمكن زمالي بيبلوني لسه التمرينة خلصانة حالا زمالنا كريم احمد يمكن موجود داخل النادي الاهلي وعودة بعد غياب مساء الخير يا كريم وطبعا يعني رجعنا نبتدي مسم جديد بالتوفيق ان شاء الله بإذن الله على النادي الاهلي اللي هتكون اول محطاته او انطلاقة المسم من خلال طبعا مواجهة الحرس الوطني باطل النايجر النهاردة يرجع الفريق مرة مرة تانية تحت قيادة مستر بيتسو مسماني تطمن على التمرين النهاردة مساء الخير عليك زمالي العزيز احمد برحب بيك في البداية وبرحب كل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي زي ما انت قلت زمالي احمد طبعا مرحلة مهمة جدا بقى نبتديها ان شاء الله بإذن الله بتركيز كبير وتحضيرات مميزة جدا من مستر بيتسو مسماني المدير الفني مع الجهاز الفني بالكامل النهاردة يمكن قبل المران مباشرة اجتمع مسماني طبعا مع الجهاز الفني بالكامل التحضير والاتمنان طبعا على الفترة اللي جاية وتحديدا مباراة للحرس الوطني طبعا كلها استعدادات على المستوى الإداري الكابتن سيد عبدالحفيز والتنسيئات المستمرة طبعا مع سفيرنا في النايجر لترتيبات خاصة بالتحركات والترقلات وكل الامور دي دي امور الحمد لله ابن بمتطمنين عليها بشكل كبير جدا مع الكابتن سيد عبدالحفيز والجانب الفني طبعا اللي بنتمنى ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية وتكون انطلاقة كبيرة للنادي الاهلي نرجع تاني للامجاد الكبيرة اللي احنا حقناها البطولات العديدة اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت ترجع من جديد وتكون انطلاقة ان شاء الله لفريق النادي الاهلي من مباراة الحرس الوطني النهاردة التدريب كان تدريب قوي الحقيقة لفريق النادي الاهلي عودة طبعا بعد ثلاث ايام راحة بيحاول طبعا الجهاز الفني بشكل عام ان هو يوزع الفترة الراحة بشكل على لعب النادي الاهلي لان خلاص داخلين في مرحلة كبيرة جدا من ضغط المباريات ومعسكرات المنتخب ولعبين طبعا كاترين جدا يكونوا الفترة اللي جاية ان شاء الله يعني بإذن الله مع النادي الاهلي مبقاش فيه لود عليهم بس مبقاش فيه مجهود لكن النهاردة التدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي جزء بد كان كبير جزء كرة كان كبير جدا كمان عدد من اللعيبة الحقيقة شفناها النهاردة طمنا عليها على رأسهم بيرسي تاو النهاردة الحقيقة يعني شارك في جزء كبير من التدريب ودي اشارة ورسالة مهمة جدا طمنا طبعا عليه بشكل عام من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبل على جهازيته الراجل قال هياخد تدريجي الفترة اللي جاية بنسبة لتدريبات الكرة لكن واضح ان الشغل الكبير اللي كان معمول معه الفترة اللي فاتت واصرار كمان بيرسي تاو الحقيقة ان هو يكون مع فريق النادي الاهلي خل ثم متواجد وشارك في تدريب بكل قوة كل العيبة الحمد لله بتأدي التدريبات بشكل قوي جدا لكن كمان الامر المهم جدا اللي امكن اكدت عليه هو وجود محمد مجد افشا الحقيقة حاجة رائعة ومميزة جدا رغم خروجه من المنتخب مش نتكلم طبعا على اي امور خاصة لان في انتظار غدا زميلي احمد المؤتمر الصحفي الخاص بمستر كيروش اللي احنا عايزين نعرف طبعا غياب افشا وغياب محمد شريف هل هو رؤية فنية ولا الامور يعني ممكن تكون في اتجاه تاني لكن النهار النادي الاهلي ادى افشا ثلاثة ايام وادى محمد شريف ثلاثة ايام راحة وجود محمد مجد افشا الحقيقة رسالة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الاهلي نراجل عايز يكون متواجد مش فرقة معي يكون متواجد او مش متواجد الموجود في المنتخب ان شاء الله يقدي على اعلى مستوى لكن احنا همنا طبعا هنا هو النادي الاهلي احنا بنشوفها ان احنا اه عايزين شريف يريح وعايزين الافشا رايح لكن كمان جمهور النادي الاهلي كان عايز افشا ومحمد شريف يكونوا بيمث ومنتخبنا الوطني في مباراتين صعبين جدا خلال الفترة اللي جاية لكن إن شاء الله القادم يكون أفضل للنادي الأهلي نادي الأهلي بقى يبدأ يستمر على تدريباته يستانف تدريباته بشكل يومي تلاتة طبعا تجمع أربعة ونص يكون ألت تدريب على أمل بقى لسه تحديد مبارات الودية طبعا زبيل أحباد انت عارف لسه في فترة شوية قبل الصفر الخاص بيالنيجر لم يستقر حتى الآن الكابتن سيد عبد الحفيز بيتسو مسباني هلا يكون وديتين أم ودية واحدة لكن من خلال معلوماتنا يعني نقدر نقول بعد 48 ساعة سيتم تحديد أولى المبارات الودية اللي بستعدي بها النادي الأهلي بكل قوة إن شاء الله للمرحلة القادمة وأهمها إن شاء الله مبارات الحرس الوطني طبعا كريم الدوليين غابوا عن المرام بتاع النهاردة يعني سواء علي معلول ميكسوني ديانج وطبعا الدوليين الموجودين مع منتخب مصر غابوا عن تمرين النهاردة بالتأكيد بالتأكيد زي ميلي أحمد لكن أنا كان لديه سؤال هل الدوليين هيكونوا راجعين هيمشوا معنا من هنا على النايجر ولا هيتم ترحيلهم ويروح على النايجر مباشرة يمكن كابتن سايدة الحفيز أكد قال إن كل دوليين بيتم التنسيق والتحضير لهم من عقب انتهاء مباراتهم يتوجهوا مباشرة على النايجر على أن يلحقوا ببعثة النادي الأهلي لكن الحمد لله أطمنك البداية إن شاء الله يكون مباشرة فريق النادي الأهلي تدريبات الحقيقة كان فيه تأسيمة أخيرة في منتصف الملعب كانت حاجة رائعة جداً بنتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل النادي الأهلي أطمن منك على عمار حمدي لأنه كان يمكن سمعنا أنه بيشتكي بين بعض الإجهاد العضلية اللي يمكن شفته بيجري مع الفرقة في تمرين النهاردة فنتطمن منك برضو على حالة عمار الحقيقة عمار حمدي يعني أحرص ثلاث أهداف مميزين جداً نال تحقيقة الجهاز الفاني بالكامل ولعبة النادي الأهلي في التأسيمة اللي بأكد عليها كانت قوية جداً عمار جاهز بكل قوة للمرحلة القادمة لم ينشق من أي إصابة كان جاهز نهاردة في التدريب خدي التدريب بالكامل الأمور الحمد لله طيبة بس يا رب يبعد عننا الإصابات لأن الحماس كبير والمجود كبير اللي بيبذل خلال المرحلة القادمة لكن الكل جاهز زميلي أحمد بنأمل إن شاء الله لعبة النادي الأهلي في تركزها الكبير ورغبتها المستمرة إن شاء الله ننتصر الفترة اللي جاية وكون كلها انتصارات لفريق النادي الآي بشكرك شكراً جزيلاً زميلي العزيز كريم أحمد من ملعب مختلف تيتشو بالأهلي زي كانت أخبار تمرينة الأهلي النهاردة والسعاداته بقى لانطلاقة الموسم الجديد بمباراة مهمة جداً طبعاً نبدأ بيها مشوارنا في إفريقيا